المملكة العربية السعودية لضمان إنجاح موسم الحج والبناء على النجاحات الكبيرة التي حققتها السعودية في موسم الحج عاما تلوعام منحة إلهية بركات تنزلت في هذا البلد الكريم بلد شرفها الله بأطهر بقاع الأرض فيقصدها المسلمون من كل حدب وصوب من جميع الألوان والأجناس ملبين وموحدين لله لا شريك له ولا عجب أن يكون مليكها خادما للحرمين الشريفين فهو يحمل على عاتقه حملا يتمثل في توفير سلامة وراحة ضيوف الرحمن وعبئا انبرى إليه بكل شغف ومحبة فهو شرف تقلده من آبائه الكرام فحينما تعجز كبريات الدول عن استقبال تدفق عشرات الآلاف من اللاجئين تقدم المملكة العربية السعودية على ضيافة الملايين من قصدية البيت العتيق بشكل سنوي وفوق ذلك فإن تمركز أولئك الملايين من الحجيد على صعيد عرفات بوقت واحد وإفاضتهم لمزدلف معا وتوجههم لرمي الجمرات في منا يستجع قوة لا يستهان بها من أجل تنظيم حركتهم وتفويجهم وتتمثل تلك القوة في تخفيف وطأة التزاحم والتصدي للأوبئة التي من الممكن أن تستشري بين الحجيج إلا أن عناية الله تعالى الجليلة ثم تلك الاستعدادات المكثفة من قبل السلطات العليا تساهم في الحد من الكثير من المآسي لا يحثهم في ذلك إلا واجبهم الديني والمقدس نحو ضيوف الرحمن الذين حملوهم بكفوفهم ووضعوهم فوق رؤوسهم مستشعرين الأجر والمثوبة من المولى تعالى لتلفزيون البحرين من مكة المكرمة صالح يوسف